بتبقى تحكمات يا نا قصد ان هو منحقه يقول لها ما تلبسيش والبسي اه منحقه وهي ترفض اه ايه منحقه او هي ترفض يعني انت منحقه يتعبر انا منحقه ارفض طيب من اقتعها من الاول طيب لما انا مجد لها لها حق الرفض يا اخ ما او شوف يا سيد سيد يعني انت قصدك كل واحد يجرب وينفعت يا ما نرفعش طبعا الخطوبة دي لو انا ما اظهرتش فيها الجوازب بتاعتي كلها يبقى انا كده بخلي ان الجوازب اصبح فاشل بالعكس اذا انا بطلب من المخطوبين يبينوا حتى ما سواهم يبينوا الحاجات اللي بيحبوها والحاجات اللي بيكرواها في الاول خطوبة علشان الطرف الاخر يبقى على نور انا دلوقتي قدامي واحد مش هيقبل مني بعد الجواز ان انا سلم على حد وان انا تكشف على حد وان انا نخرج يقولي الكلام ده من قبل الجواز ده انسان صريح جدا وانا ليه ان نرفض او مرفضش فبالتالي هو قال له متعمليش كذا هي وافقت سنة واثنين وثلاثة وخلي بقى لحضرتك هي اللي خلاها ان هي اصلا تقولينا القصة دي برضو انا بعتب عليك يا ايا اللي خلاها نها تقولينا القصة دي ان هو فسخ الخطوبة يعني على فكرة كانت مكملة عادي وكان ممكن تتجوز بهذا الوطر وبعد كده هو بيين لها كل حاجة فترة الخطوبة ما غشهاش ولا يعني هو يعني عشان كلم بنات هي تفسخ الخطوبة فين هي فسخة الخطوبة لما هو يعني ما انت بتقول هي موافقة يا دكتور هي لو هو كلم بنات هي من حقات تفسخ الخطوبة اهلا وهي مش عايزة تكمل على هذا الوطر مش عايزة تكمل ايه وده طبيعي لا انا بقولي دكتور لا ما انا عايزة اقولي لحركة الحاجة لا انا مضربش بسواب انا بقول سماتك الشخصية الطبيعي ان هو يكلم بنات يعني اكيد هي يعني ممكن يبقى لي بنات فيه ناس متوافق انا ماليش في ده او ممكن يكون شغال مع تاري و باري و ماري فبيكلموا او بينزلوا اغدوا الكافي بتاعتهم دي عاجة تخصهم الحمد لله يا رب احنا بعديني لسه كلام ده بس في العادي انه مش طبيعي ان هو يكلم بنات ان هو معجب واحدة تانية او بينهم شات او كده انا مبتتكلمش ان هو طبيعي ان هو يعمل كده انما هو ازها الله هذا الامر وهي اتكمل او ما اكملش لأ انا ما بقولش ان ده طبيعي انا باعمل حاجة سيئة جدا دي بيش طبيعية بس انا بوردتلك ان انا باعمل الحاجة السيئة دي باعمل اسوأ حاجة في الدنيا وانت شوفت الكلام ده وردتوليك فانت ما تكمليش معايا لو انت شايفه انها ما افضلش مكملة ما هو ده اللي بيحصل يا أستاذ السليم وبعد كده بيكوا يتجوزوا على هذا الوضع وبعد كده يقولك احنا ما كناش نعرف وما كناش